محمود عبد العزيز محمود الوالد الراحل علي رحمة الله كان مدير تحرير الأهرام لما نطلع في بيت أبويا مدير تحرير الأهرام يعني ممكن الجينات تدفعني اللي أنا أنا أعمل بالصحافة ما فكرتش؟ فكرت جدا وبعدين أبويا مين ده مدير تحرير الأهرام أبويا مكنش يعني برضو عشان يكون كان الصحافة زمان فيها كذا حاجة فيه واحد كاتب وفيه واحد اللي هو المهني بتاع الصحافة بيسموه الصناية آه فوالدي كان من الناس اللي هي بتدير التحرير لكن ما كانش كاتب معروف ويمكن الاسم عشان كان مش معروف يعني لكن كل الكتاب بتقول أهرام كان واحد بيشوفهم وبتعامل معهم ويمكن برضو كان والدي بيشجعني على الكتابة وأنا صغير فكانت موضوعات التعبير في الإعدادي وسنوي وكده كان يبص فيها ويقولي دي كذا والجملة دي أنت عدتها كررت هنا يعني يعني كده بهدوء شديد يعني فكنت بحب الكتابة فلما جيت فولة سنوي قلت لهنا عايزة تخل أدبي 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 وكان بقى كل فكري أن أنا بقى ممكن أدخل كلية اقتصاد علوم سياسية واطلع رجل سياسة بقى يعني وسفير بقى وزير وكده يعني دي كانت الحاجة المتاحة في ذلك الوقت يعني اللي بيطلع فيها المتفوقين يعني فوالدي كان لي رأي الحقيقة قال لي بص أنا مش ضد أنك تبقى هاوي الأدب والفن وكده بس أنا بقولك المستقبل للعلم والتكنولوجيا فخليك هاوي لهذا الأمر ودرسه وشوفه لكن تعليمك وعلمك يبقى في التكنولوجيا لأنه ده المستقبل مستقبل راح للعلم أكتر من الأدب والفن وكده يعني فده كان رأيه وقال لي ورده في الآخر اختار اللي انت عايزه يعني فأنا الحقيقة والدي الله يرحمه يعني كان من الناس الدمثة جدا وأنا أفتكر المقالة اللي كتبها الكاتب الكبير المرحوم دكتور يوسف إدريس في رساء والدي يوم حصلت الحادثة هو مات في حادثة مات في حادثة كان يوم الرئيس السادات في المعمورة استراحة المعمورة ويمكن تفتكر كان في ذلك الوقت في مشاكل مع ليبيا مع ليبيا وليبيا قالت حاجة فوقتين طلعت طيارات مصرية ورجعت 30 الرئيس السادات كان في ذلك الوقت في المعمورة وعمل مؤتمر صحفي في المعمورة يشرح فيه الأسباب وملابسات هذا الأمر فولدي كان مع علي الجمال علي حمد الجمال رئيس تحرير الأهرام الأسبق بالضبط رئيس تحرير وعد عليه الساعة 5 صباحا وطلعوا سوا عشان يحضروا المؤتمر لأنه كان التواجد في المعمورة 9 صباحا فأثناء عودتهم من طريق الصحراوي يعني توفى والدي وأصيب علي حمد الجمال في هذا الحادث وكان وراهم في العربية وراهم يوسف السباعي فهو كان ساعتها رئيس مجلس إدارة الأهرام مع حفظ الألقاب طبعا للجميع فولدي توفى ثم بعدين بشهور علي حمد الجمال مات لا 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 بعدين بالشهور أختيل يوسف يعني أولدي توفى والدي توفى في شهر 6 شهر 2 أختيل يوسف السباعي شهر 9 توفى اللي بعدين توفى المرحوم علي الجمال فتولى الأستاذ عبدالله عبدالله رئيس رئيس مجلس إدارة والأستاذ إبراهي النافع رئيس تحريف رئيس تحريف فبس يعني ف لكن دخلت كلية إيه؟ هندسة هندسة ساعتها يوسف إدريس عمل مقالة شهيرة جدا اسمها لمن اخترعت كلمة الدمث الدم الدمث الدمث فكتب هيوس إدريس وأنا قرأت المقالة دي كان يعني بعد موالدي توفى بساعات وكان طبعا سلوب الدكتور يوسف إدريس كبير وكانت 18 سنة في حاجة ملك القصة القصية آه لكن الحقيقة صطفة مرة كان بعد كده يمكن في التسعينات في مارينة كان عنده شليل لطيف جدا ويمكن في قصة مشهورة أن الرئيس مبارك كان معه الرئيس حافظ الأسد وكانوا بيلفوا بالسيارة في المارينة بيوري له وده لما حافظ الأسد طلب يزور يوسف إدريس ورح وزاروا يوسف إدريس في نعمة زادة فزاروا يوسف إدريس في الشليل بتاعه هناك فبعديها أنا كنت في مارينة فمشيت في الحتة ديت عشان أشوف فين المكان بتاع يوسف إدريس فلاقيت وقعت في الجنين فخدني من إيدي وقال لي تعالى دي الجاي على سهوة لقيت المكتب جواه اللي بيكتب عليه هو قاصص المقالة ديت وحطتها تحت الإزاز كده زي ما بنعمل زمان وقال لي من كتر ما هي حلوة أنا كنت حطيتها هنا لأنها كانت حقيقية كانت حقيقية وكاتبها من قلبه يعني ثم عمل كتاب كده يعني جمع فيه مجموعة من المقالات فحط فيها هذه المقالة وبعت لي الكتاب بعد كده عشان كده رعتز جدا بالدكتور يوسف إدريس يعني رحمه الله لكن خلاص اقتنعت بفكر الولد وما تبقى بالزبط صحة فيه لكن تبقى هوية تبقى هوية اللي بدأت تطلع في حاجات فنية دي وقت على الفيسبوك وإن كانت ظهرت متأخرة كان ممكن تشارك بالكتابة ولا العمل العام هيحط قيد عليك تكتب زمان تحسن العمل العام كان بيخليني أعمل حاجتين كنت بكتب بعض المقالات في جريد الجمهورية بس كانت تخص الرياضة معاش حاجة أدبية صفح الأخير على المشكر بالزبط لكن كل اللي كنت بعمله إن أنا كنت متواصل دايما مع الشباب على الفيسبوك أي حد بيهاجمني بيشكرني بأي حاجة برد عليه وبقول له الأسباب والحاجات دي كان فيه التواصل يعني على مواقع التواصل الاجتماعي